أهدى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي درع البرلمان إلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة تقديرا لجهوده في مواجهة الفكر المتطرف جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف لرئيس البرلمان العربي والوفد المرافق حيث تمت مناقشة عدد من القضايا من أهمها التعاون في مكافحة الفكر المتطرف هذا وأطلع وزير الأوقاف رئيس البرلمان العربي خلال اللقاء على جهود الوزارة في مجال النشر وأهدى نسخا من أحدث إصدارات الوزارة في مقدمتها سلسلة رؤية للفكر المستنير